معنا من أربيل مباشرة مدير مخيم بحركة بدر الدين الهركي سيد بدر الدين أهلا بك السلطات العراقية قررت إغلاق معظم المخيمات هل الأجواء جاهزة لعودة النازحين خصوصا وأن منظمات إنسانية حذرت من الإغلاق المفاجئ نعم أخي الكريم طبعا الحكومة العراقية على ما يبدو أنها قررت بإغلاق المخيمات وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ولكن ما نراه طبعا النازحين في مخيماتنا وخصوصا في مخيمات الأربيل وأقليم كردستان يتخوفون من هذا القرار لأنه بصراحة المخاوفية بسبب أن مناطقهم غير مهيئة لسكن ليس لديهم مأوى ليس لديهم مسكن بيوتهم مدمرة هناك عدة أسباب التي هي أسباب أمنية اقتصادية سياسية اجتماعية كلها أكيد عائق أو تمنعهم من يعودوا إلى مناطقهم طيب فحقيقة هم يتخوفون من هذا القرار بسبب هذه الأسباب طبعا كم عدد النازحين في مخيم بحركة هل تنهون أغلاق هذا المخيم وطلعنا على عدد المخيمات في أربيل إذا أردنا نتحدث في مخيم بحركة ما يقارب الخمسة آلاف شخص أي ما يقارب الألف عائلة ولدينا ستة مخيمات للنازحين تابع لحافظة أربيل ما يقارب الثمانية آلاف عائلة في ستة مخيمات مخيم حسن شامي وخازر وحسن شامي يوتو مخيم هرشم وخير ديبا هذه المخيمات تديرها مؤسسة بارزاني الخيرية حاليا في الأقليم ونحن كإدارة المخيمات مستمرين بتقديم الخدمات وبإدارة المخيمات لطالما النازحين موجودين في مخيماتنا طبعا طيب حسب معلوماتكم هل العودة لهؤلاء النازحين كانت طوعية أم جبرية برأيك؟ والله لحد الآن نحن ننتظر بصراحة كمخيمات للأقليم ننتظر ما ينتج عن انتفاق ما بين حكومة المركزية وما بين حكومة أقليم كردستان ووزارة الداخلية في أقليم كردستان الأمر متروك لهم طبعا ولكن نحن كإدارة المخيمات المتمثلة بمؤسسة بارزاني الخيرية أكيد نحن ملتزمين بتقديم الخدمات وإدارة هذه المخيمات وتقديم أفضل ما لدينا من خدمات للنازحين بالرغم أن نحن طبعا دخلنا في فصل الشتاء هذا الفصل أكيد يحتاج النازحين إلى احتياجات عديدة كالملبس والمدافع والوقود هذه كلها متطلبات واحتياجات مطلوبة طبعا للنازحين في ظل هذا الفصل أكيد ولكن ما نراه أكيد هناك تقصير من الحكومة المركزية وحتى المنظمات عدد مساعداتها تقلص فيها الآون الأخيرة طيب لهذا الناس يتخوفون بصراحة يتخوفون من هذه التقليل من المساعدات يتخوفون لربما هي ضغط عليهم لغاث ترك المخيمات وإجبارهم إلى سكن مناطق رسلية ولكن على الجانب الآخر من الكامل يتحدث أن الحكومة تسلم مليون ونصف مليون دينار لكل عائلة تعود إلى منطقتها التي نزحت منها ما صحت هذه المعلومة هل شرعتم في هذه الخطوة ربما هل أنتم مستعدون لتقديم مليون ونصف مليون لأي عائلة تود العودة إلى منطقتها حقيقة وزارة الهجرة والمهاجرين أقرت هذا القرار أنه كل نازح عندما يعود إلى منطقة الأصلية يمنح له مليون ونصف ولكن النازحين أكيد يرفضون هذا المبلغ أن هذا المبلغ مغجل جدا لأن النازح لما يكون حياته مهددة في منطقتها والبنى التحتية مدمرة وما عنده بيت وما عنده خدمات أساسية ومشاكل اجتماعية المليون ونصف ما تخدمه يعني هي فقط لربما هي تكاليفة لماذا تسمح الحكومة أكيد يرفضون هذا الشيء طيب لماذا إذن تسمح الحكومة بعودة النازحين إذا كانت مناطقهم لم تنتهي إلى حد اللحظة لم يتم أعمارها لم تؤمن يعني ناقصة في الخدمات لماذا إذن الحكومة لهنا لك ربما مساعي سياسية واستغلالها انتخابيا برأيك هذا سؤال يوجه إلى الحكومة المركزية أكيد أحنا كإدارة المخيمات حتى النازحين يتمنون أن يرجعوا إلى مناطقهم يمارسوا حياتهم الطبيعية ويعيشوا عايز كريم وأحنا إدارة المخيمات ثق بالله نتمنى أن النازحين يرجعون إلى مناطقهم ويرجعون مثل قبل حياتهم الطبيعية وبدون أي مشاكل ولكن في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأجواء الغير المستقرة والغير آمنة في مناطقهم من المستحيل أن يعود النازحين إلى مناطقهم فهذه الأسئلة يجب أن توجه إلى الحكومة المركزية حقيقة إلى وزارة الجرماجرين لبحث أمر آخر لربما أكثر تناسبا للنازحين مدير مخيم بحركة في أربيل بدر الدين الهركي شكرا جزيلا لك سيدي شكرا جزيلا لك